14 جامعة مصرية مدرجة ضمن تصنيف كيو اس لا انا هنا بقى ايه اقول للاصدقائي يا جماعة كيو اس ده 6500 اصلا على كيو اس ده كل يوم اولا ليه بقى بعض انا حب اقرحكات الجامعات دي ومش عارف ايه واشوف التصنيفات وبص يا طار الجامعات بتاعتنا ترتبها ايه عمل ايه اتجودة بص انا راجل حقاني السعودية على سبيل المثال انا مثلا مش متذكر اسم الجامعة هل هي ملق جامعة الملك عبدالعزيز ولا جامعة الملك فيصل هي اللي واخد ترتيب متقدم جدا ما بين الجامعات العربية المصنفة داخل الكيو اس اظن ترتبها رقم 100 حاجة وعشرين لو انا فاكر يعني افتح لكم حتى كيو اس ونبص عليها سوا على تصنيف 23 وده جيد بالمناسبة المنافسة في الحاجات لزي كده بتبقى حلوة طيب تعال نبص كده تصنيف كيو اس يعتمد على 8 مؤشرات لتقييم الجامعات السمعة الاكاديمية كيفية اعداد الجامعة للطلاب لسوق العمل ده موجود فعلا على كيو اس وبيطلع لك النسب بتاعتها طبعا نسبة الطلاب الدوليين معدل النشر نسبة الاسدزة الى الطلاب الى اخره مصر هي المرتبة نمرة اثنين عربيا بعد المملكة العربية السعودية والاولى افريقيا الفارق بس جامعتين السعودية لديها 16 جامعة مصر لديها 14 جامعة الامارات 11 جنوب افريقيا 9 تعالي نرجع عند اخواننا العرب الاردن 8 لبنان 8 لانه لبنان طبعا عندهم كفاية الجامعة الامريكية اظنوا تصنيفها رقم 437 اخوتي اللبنانيين يفكروني احنا طبعا عندنا الجامعة امريكية بتاعت القارم عندهم الايو بي رقم اه والجامعة الايو سي بتاعتنا اظنوا وراها بحوالي 10 مراكز فاعزين يشد حلنا حبيتين المهم يعني عندك تونس 3 الكويت 3 فلسطين 3 البحرين 3 السودان 2 اي دولة فيها اقل من جامعتين مش موجودة جوه التصنيف عدد الجامعات المدرجة بص احنا في عشرين 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 انا مجبت لكش كيو اس فتسعة وعشرة هنزعل اوي اوي طيب عشرين عشرين كانوا ستة جامعات وبالتالي تضاعف عدد الجامعات باكتر من الضعف وصولا الى 14 جامعة سنة 23 18 جامعة مصرية تم زيادتها في اعداد الجامعات المدرجة في تصنيف كيو اس للمنطقة العربية تحديدا خلال السبع سنوات كيو اس لما بيجي يصنف بيصنف ريجن وبيصنف العالم وبيصنف بالمدينة وبيصنف بالدولة وبيصنف بالتخصص الى اخره فانا عندي 33 جامعة سنة 23 قبلهم كانوا 29 قبلهم كانوا 25 تخير ف2019 كنوا 20 ترجمة نانسي قنقر